السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أيها الأحب الكرام في هذا البث المباشر والذي سنتحدث فيه بحول الله تعالى عن ما يجري بين الجزائر وإسبانيا والاتحاد الأوروبي ومآلات الأمور وما لدينا من معلومات من الجزائر أركز على أمرها أن تحليل المشاهد الكريم إما أنك تأتي وتحوس على تحليل التحليل قد يكون أحيانا أعطي تحليل يأتي ليس في صالح الجزائر هل في رأيكم أنني أنا أرضى هذا الشيء؟ أو أنك تريد نجي نعطي لك تحليل وقل لك كل شيء تمام الجزائر بخير النظام منتصر النظام راه رب إسبانيا والنظام راه قوة في المنطقة تحوس على هذا الكلام إذا تحوس على هذا الكلام روح قولوا أنت افتح قنوات الأنترنت مفتوحة وقولوا وربما روح للتلفزيونات انتع تعبوا دوره راح نقول لكم في هذا الكلام عليها جاي عندي وتحوس لن أحكي لك هذا الكلام أنا نقول لك عندما أسمع الكلام اللي يبكيك ما تسمعش الكلام اللي يضحكك هذاك اللي يجي يسوق ويقول لك الجزائر الحمد لله إسبانيا راه منهارة ومهددة وكذا وكذا والاتحاد الأوروبي راه خايف من الجزائر والله يسوقو لكم في الوهم واللي يجي يقول لك أنه خلاص المغرب ركعناه ورح ندمره ونقضع له نسقطه الملك ونسقطه المملكة ونحولها إلى جمهورية فوالله يسوقو لكم في الوهم هذا كل وهم أو هام الواقع غير هذا إذا أيها المشاهد الكريم إذا تريد أن تسمع فقط ما يرضيك ما تجيش عندي وروح أسمع الجهة أخرى العيب كل العيب أنه نحاول نجبرك تسمعلي أنا لا أجبرك أن تسمعلي ولا أجبر نفسي أن أسوق لك ما تريد الأنترنت مفتوحة وراه ول كل من هب ودب يقول هذا الكلام والله لو وجدت نسبة ضائلة على أن الأوضاع الماشية في طريق حسن ما باركتها في مرحلة معينة كيبدال حراك شفت الأمور ماشية مليح كنت في ذلك الوقت أشجعها لكن الآن ما فيه أمل يكذب عليكم يكذب عليكم أيها الجزائريون قبل قليل كنت نشاهد في نشرة الثامنة يعني والله أوصبت بصدمة كبيرة صدمة كبيرة تقرير حول الفقر في المخرى والبيوت القصدرية جايبين واحد يشكي ومعه ولد صغير نستطيع نجيب لك آلاف الفيديوهات من الجزائر على هذا الوضع وما هو أسوأ والإنترنت مليانة هل هذا يعني أن الدولة انهارت؟ هم يقول لك أن النظام بخير هم يتحدث يقول لك جزائر عميقة جزائر الظل راهوا الفقر المزيرية والذلال يمشوا في حفايا ما يقول لك؟ عادي يظهر واحد فقير في المغرب واللوشية خلاص المغرب انهاروا اتدمروا خلاص الدولة ليس لها مستقبل يريد هذه النشرة الثامنة تهتم بمآسي الجزائريين تهتم بالجزائريين الفقراء الذين يعانون الأمرين المهم إخواني هذا موضوع واحد آخر حتى لا نوتيل فيه ندخل على موضوع إسباني شهدت الآن منذ قليل بيان لوزارة الخارجية خلينا نشوفوا تراه وزارة الخارجية هذه واش تقول حتى باش تعرفوا باش نبين لكم الكذب ونبين لكم البهتان ونبين لكم يعني كارثة الجزائر وزارة الشؤون الخارجية بيان الجزائر تتأسف وترفض التصريحات المتسرعة وغير المؤسسة المعلن عنها أمس باسم الاتحاد الأوروبي عقب القرار السيادي الذي اتخذته الجزائر بتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي تربطها بإسبانيا خليني في النقطة هذه خليني في كلمة القرار السيادي نعم الجزائر تتخذ إقاف معاهدة أو اتفاقية مع دولة هو قرار سيادي إذا لم يكن في هذه الاتفاقية ما يجعل البلدين أو في بند من البنود تمنع أي بلد اتخاذ قرار بتوقيف هذه المعاهدة بصفة أحدية إذا ما فيهاش وإذا كان فيه هذا الاتفاق يعتبر إخلال بهذا الاتفاق وطبعا هذا الاتفاق تعال الصداقة داروها لما حدثت تعليق جزيرة ليلى أن الجزائر فضلت تدير اتفاقية صداقة نكاية في المغرب واليوم ألغتها نكاية بسبب المغرب وهكذا سياستنا الدبلوماسية دائما عكس المغرب المهم عكس المغرب يشوفوا المغرب رايح للجنة يقول لك ندوا الجزائر للجاحين المهم ما الروحوش مع المغرب يعني هذه دبلوماسية هذا منطق تسيير دولة هذا منطق بناء مستقبل شعب تمشي على الأهواء والأمزج المعادية لطرف آخر ما هيش دبلوماسية المهم قال لك هذا القرار السيادي أوكي نعم قرار سيادي إذا لا يوجد بن يمنع إلغاء اتفاقية من طرف واحد لكن إذا كان فيها أو إخلال بالبنود شيء من هذا يعني هذا عمر ولكن حقيقة قرار سيادي في المقابل أنتم أقمتم الدنيا ولم تقعدوها على إسبانيا أليس قرار إسبانيا اتخاذ موقفها من القضية الصحراوية قرار سيادي أليست الإجراءات التي تتخذونها ضد إسبانيا هو مساس بسيات الدولة أوروبية وهذه الدولة عضو في الاتحاد الأوروبي وبينهما اتفاقيات لا يسمح بالمساس بأي دولة من هذه الدول وداروها وداروها مع عدد الدول التي تقع في أزمة يقف معها وخاصة هذه ما هيش أزمة محددة معينة هذه رأي فيها أمن الطاقة وتهديدات واقتصاد وفيها أشياء خطيرة للغاية إذن إذا كنت أنت يا نظام الجزائر تريد أن تحترم سيادتك أحترم سيادة الآخرين لأن الموقف من الصحراء الغربية سواء قالوا مغربية أو غربية أو يقولها شرقية مشرقية زحلية يقولوا ما يريدون هذا موقف سيادي للدولة الإسبانية وما تقوم به الجزائر هو عدوان صريح عليه سيادة دولة أوروبية ولست هنا للدفاع الإسبانية ولا لتصفية حزابات الجزائرية لو أن الجزائر أن إسبانيا ما اتخذت حتى قرار أو اتخذت موقف يتعلق بالشأن الجزائري في هذه الحالة من حق الجزائر أن ترد وفي هذه الحالة طبقا أمور واضحة وبينة تمس لأمن القومي نتخذ معك موقف لكن الذي حدث أن إسبانيا عبرت عن موقف آخر يتعلق بالصحراء الغربية ما دخل الجزائر في هذه المسألة ما دخل الجزائر وكنت نشاهد الآن في نشرة الثامنة ويقول لك أنه الخارجية لأن إسبانيا أخلت بالمبادئ وانتم هنا حراس معبد المبادئ حتى تكون أنتم عندكم مبادئ لاحترام حقوق الإنساني. الناس في السجون في المعتقلات التعذيب الناس جنت في السجون لا وفرتم للجزائريين علاج لا وفرتم للفقر المزيرية هل هذه من القيم والمبادئ قبل أن تحاضر على إسبانيا في الحفاظ على المبادئ حافظوا أنتم على المبادئ ومنها مبدأ حسن الجوار مع المغرب اللي هي دولة جارة. فوالله لو كان المغرب ظلم الجزائر لأعلنت الحرب على المغرب ولكن المغرب لهذه اللحظة لم يقوم بشيء ولا الجزائر قدمت ما يدين المغرب أقامت الدنيا ولم تقعدها لا شيء. والآن راك تشوف البيان قال لك موقف سيادي موقف سيادي. أوكي جزاء الجزائر الآن راهي تقعد وحدها. الآن الجزائر راح تدخل في صراع مع الاتحاد الأوروبي لعني دائما أذكر كلامي الماضي. في مدخلات سابقة كلتما رانا مقبلين على حروب وصراعات بين الكينات وليست بين الدول. وها هي الجزائر وحيدة بعدما دمرت اتحاد المغرب العربي ها هي راح تواجه الاتحاد الأوروبي لوحدها. كل الدول الأوروبية راح تقف مع إسبانيا والجزائر وش كوني معها؟ معها تونس؟ معها ليبيا لمخلخلة؟ معها موريطانيا؟ المغرب اللي هو دولة قوية في المنطقة المغاربية راهم التخذين وعادوا. خلينا نزيدوا نكملوا وزارة الخارجية وش تقول؟ إن التسرع والتحيز في هذه البيانات يؤكداني عدم ملاءمة محتوىها لأنه يتعلق بخلاف سياسي مع دولة أوروبية. خلينا نتوقف هنا خلاف سياسي على ماذا؟ أولا ثانيا ما دخل الإجراءات الاقتصادية التي أعلنتموها. إذن هنا اعتراف من وزارة الخارجية على أن الخلاف سياسي وأن الجزائر سيست الاقتصاد. وهذا وبال على الدولة الجزائية. بعدما سيست الاقتصاد مع المغرب خلاف سياسي مع المغرب سيست الاقتصاد وأنهد عقد الأنبوب الغاز وخلاته وتخلت عليه الآن نفس اللعبة القذرة التي تأتي على حساب الاقتصاد الجزائري سيستعمل فيها مع إسبانيا. كيف خلاف سياسي؟ وانتوما اليوم قرية خبر في ظل الأزمة مع إسبانيا الجزائر تستبدل اللحوم الإسبانية بالفرنسية. بس سمعوا ها هي يا خيال لول بارح فقط إسبانيا عندنا معها مشاكل. إسبانيا عفوا فرنسا عندنا معها مشاكل. ماكرون أهان الدولة الجزائرية أهان تاريخ الشعب الجزائري أهان النظام الجزائري بهدلهم. وها هي وقعت لكم أزمة غيرتم وبدلتم اللحوم لكي تجيبوهم من فرنسا. اتخذت الجزائر عدة إجراءات منذ بداية الأزمة مع إسبانيا التي خلقها التحول الإسباني تجاه الصحراء الغربية لا سيما تلك المتعلقة بالجانب الاقتصادي. هذا موقع إلكتروني جزائر. في هذا الصدد كشفت صحيفة الموندو الإسبانية أن الجزائر استبدلت لحم البقر الإسباني منذ جنو في 2022. واتخذت الجزائر هذا الإجراء حتى قبل بداية الأزمة بينها وبين مدريد. وأوضح المصدر الإسباني أن إسبانيا كانت المصدر الأول للحوم البقر للجزائر منذ 2019. وعوضت الجزائر صادرات اللحوم الإسبانية باللحوم الفرنسية وفقاً للمصدر ذلك. تقول خلاف سياسي. شو دخل الاقتصاد؟ إذن الجزائر بسبب خلافات سياسية مع إسبانيا أدخلت الحرب الاقتصادية. معناها الجزائر تعلن في حرب اقتصادية مع دولة أوروبية. في رأيك الاتحاد الأوروبي يبقى متفرج؟ ره روعب يجتاح النظام الجزائري الخارجية تحكي زي. والمبعوثين لتاعهم في بروكسل حكاية أخرى أنكروا أنكروا بأن هناك إجراءات اقتصادية. هذه يقول لك خلاف سياسي. الأخر يقول لك ما دلنش إجراءات اقتصادية. الصحافة تحكي على إجراءات اقتصادية ضد إسبانيا. وفيها وثيقة نشرت تتحدث على أن نتخذ إجراءات في قضية التوطين البنكي. معناها إيقاف الاستراض والتصدير. هذا خلاف اقتصادية أم لا سياسي؟ وفي نفس الوقت يقول لك نتعهد باستمرار الغاز. وفي نفس الوقت سوناتراك؟ سوناتراك؟ خليني نشوف لك واحد الخبر شفتوا اليوم. سوناتراك؟ نعم سوناتراك قال لك بأنه دارت بيان ومتريت شوش هي وراهي تتخذ في إجراءات فيما يخص الجزامات وكذا وكذا. يعني ما هو موجود الخبر المهم. يعني ماذا يحدث؟ ما هذه المهزلة يا ناس؟ إذن خلال سياسي حولتوا اقتصاد. أوكي خليني نكمل في البهدة لنتال عمامرة وعمار بن لاني. مع دولة أوروبية تربطها بها علاقات ثنائية. لا يؤثر على التزامات الجزائر تجاه الاتحاد الأوروبي. ولا تستدعي بأي حال من الأحوال عقد أي موشورات أوروبية للوصول إلى رد فعل جماعي. هنا راهم عايشين الرعب الحقيقي من رد الفعل الجماعي. ورد الفعل الجماعي متوقع هناك التزامات، هناك اتفاقيات في إطار الاتحاد الأوروبي. لأن ما حدث هي إعلام حرب اقتصادية في ظروف استثنائية أعلنها النظام الجزائري على إسبانيا. لأن الأمر بدأ من منطلق غالب. نرجع لكم النقطة فقط خلاف سياسي. خلاف سياسي على ماذا؟ السؤال المطروح. أنتم تقولون بأنكم لستم طرف في نزاع الصحراء الغربي. هكذا. وفي نفس الوقت خلاف سياسي على الصحراء الغربية هو اتخذ قرار سيادي ما دخلوك أن. إلا إذا كانت الصحراء الغربية جزائرية. تريدونها جزائرية. أما إذا كان تقارب إسبانيا مع المغرب في إضرار بالأمن القومي الجزائري. حدثونا واكشفوا. أكشفوا المستوع. شوف الجزائر مشكلتها وين تخوض أزمة هي الظالمة. خاضت أزمة مع المغرب ولا دولة ولا دولة جزائرية في العالم تعاطفت مع الجزائر. الآن الجزائر تخوض في أزمة مع إسبانيا وتحرك كل الاتحاد الأوروبي. أعطوني دولة واحدة في العالم العربي والإسلامي. وحتى في الحلفاء. قالوا تضامننا مع نتضامن مع الجزائر ضد إسبانيا. حتى هذا كانت عرئيس فنزويلا اللي جابوه والهدف منه وعليه جابوه. جابوه وثروات صرفوها جيب تجربة. فنزويلا هي عندها أكبر احتياط نفطي في العالم وهي أفقر دولي. يعني المتعوس التقى مع خايب الرجا والجزائر عندها بيترول وعندها وشعبها أفقر شعب فوق الأرض. جايبين وعليش؟ باش يقولهم الصحراء الغربية راهي مع تقرير مصير ويقولهم ويشيد بتبوه. هذه هي الحكاية. لكن ما الذي ستستفيده الجزائر من فنزويلا؟ لا شيء. المهم يجي يقول أننا مع الصحراء الغربية ومع تقرير مصير الشعب الصحراء. أنت خلافك السياسي من قضية تقول أنك لست طرف. أنا نقول هلكم من الآن. الآن كل دول العالم راح تنظر إلى الجزائر بأنها طرف في نزاع الصحراء. معناها راهي ظالمة. أكل أستوانا منذ السبعينات وهما نحن لست نطرف. المشكل أنه صحراوي والشعب الصحراوي والنزاع بين البونيزاري والصحراويين والمغاربة. هذه الآن انتهت هذه الأستوانا. أنهها النظام. والمغرب هنا راح تصرف بذكاء دبلوماسي. خليهم يفضحوا في رواحهم. يروح يجيل تحالفات ويقعد يتفرز. ويخليهم يدخلوا في أزمة. هذه هذه الدبلوماسية التي يعول عليها. ما عليش. المغرب على الأقر راح يقول الصحراء الغربية راحي مغربية. ونخوض في حروب من أجل هذا. المغاربة كل يقولوا هذا الكلام. هذه أرضنا والمغرب في صحرائي والصحراء في مغربية. هذا هو شعارهم. حتى يدخل في أزمة من أجل الصحراء مشروعة. حتى أمام العالم كي حدثت أزمة للمغرب مع إسبانيا تضامنوا معها الدول. ولكن الجزائر الآن ما كان حتى تضامن. حتى الدول التي تدعي أنها حليفة لم تتضامن معها. حتى النيجر اللي يهبط لها طيارات. الحكاية كلها بيش تبقى النيجر ما تروحش مع المغرب برك في قضية الصحراء. يهبط لهم في المساعدات الطبية وما إلى ذلك. يهبط لهم الوزير. والله فيها مدن جزائرية في الصحراء الجزائرية. والله كأنها منكوبة صحي. ما يفكروش فيها. ما يفكروش فيها. وما هاية. أنتظروا تراه من رئيس النيجر يقول لك. رأني متضامن مع الجزائر ضد المغرب. والله ما يقولها لكم. ولا رأني متضامن مع الجزائر ضد إسبانيا. ما يقولها لك. لأنها الدول تفكر بمنطق المصالح. أنتم تعمروا الطيارات وتروحوا. يرحم باباك وقعد فقط. قول مع الشعب الصحراوي تقرير مصير. أن الشعب الصحراوي هذا رح يخرب النبيتنا نحن الجزائريين. جزائريين مشردين في كل أنحاء العالم. يوكلوا يوكل فيهم الفقر. والنظام ما خذ للمعركة هذه معركة حياة أو موت. ويضيع في مصالح أموال الشعب الجزائري. على الأسلحة وعلى المساعدات وكذا. والفساد كله من أجل البوليزاريو. نكاية في المغرب. زي هك المرأة اللي تشعل في بيتها. باش تغير جارها. واللي تشعل دارها باش يشعل دار جارها. وهذه هي الحكاية اللي صايرة الآن. على المغرب. أنت تقول بأنه الخلاف سياسي. وتزيد تنوم في الدول الأوروبية على أنها تتخذ. لأن الجزائر ظالمة. الجزائر ظالمة في الإجراءات اللي اتخذتها. لكون عندنا جبلوماسية ذكية. نحضر الكاركو بكل صراحة. الجزائر تؤيد جمهورية صحراوية. وحاكمتها وما تخليهاش حتى يكون غدوة. الشعب الصحراوي تطيع له فرصة باش يدير الدولة. الجزائر تفسدها. باش يبقى دائما نقطة نزاع. وعندك صحراويين في تندوف. تخدم بهم وتبتز بهم المغرب. وتبتز بهم المجتمع الدولي. على الله يكون غدوة نحي تحل. وكان يسر أو تتحل. سواء تكون دولة ولا تنظم الأخرين. الجزائر ما خلتها. لا أفسدت المشاريع. وهذه هي الحقيقة. تجي الآن تحكي لي في هذا الهبل. اللي ما عندوش حتى معنا. وجيتها تقدر لي. أنت ما هي مشكلتك؟ ما هي مشكلتك في هذه القضية؟ أنت الآن لو كان جيت أنا معاهم. مثلاً كمسؤول. أنا ما مشني أنا. نخلي أي واحد مسؤول عاقل. إسبانيا اتخذت موقف ما عجبكش. موقف ما عجبكش. ما تروحش تدخل معها في حرب على جيل. موقف في الصحراء في قضية تقول ما نشطرف فيها. نفضح تروحك. تروح تشوف حاجات أخرى. تخلق أزمة أخرى. ما لأ لأ لأ. أني أرواح تعامل معها عادي. أرواحها الراجع أسعار الغاز. وما نديرش معها حتى أزمة. لن نسحب السفير. لن ندير معها أزمة. ونفتح أسواق أخرى ونجيب منتجات أخرى طبق العلاقة عادية. هنا هو يفيق نروحه بأنه ارتكب حاجة. لكن أنه يأتي الرهان الآن. هذا الرهان الغبي. والإعلام كنت نشوفه النشرة. وراهم يوردوا بالإخلاص. وراهم يتحركتوا حكومة صونشاز. رايح تسقط. خليني نسمع لكم واش قالت وزيره سابقة. على هذا الموقف اللي قالته إسبانيا. اللي دارته إسبانيا. باش تعرفوا كي يقول لكم. الله هو موقف متاع دولة. ما هوش موقف متاع واش يسموه. ما هوش موقف متاع حكومة. اسمعوا. إخلاص. قالت لكم هذا الموقف هذا الموقف من هذه القضية راه موقف دولة. موقف الدولة الإسبانية لن يتغير لا بتغيير الحكومة لا بتغيير الأحزاب ولا شيء من هذا القبيل. بعد هذا ما تريدون. هم راهم يراهنوا. شوفك الغباء. يراهنوا بهذه الضغوطات. وشوية عندهم بعض الأشخاص اللي يعطونهم في المصيري. ينشطوا في إسبانيا. ويقول لك بهذه الطريقة سنسقط حكومة سونشاز. معناها كي نسقط حكومة سونشاز. معناها وشي هو؟ معناها خلاص. جي حكومة أخرى. آه الجزائر أسقطت حكومة سونشاز. معناها جي حكومة أخرى تغيير. يصدقوني. قبل ما تسقط حكومة سونشاز. كان يكون النظام الجزائري في ورطة. لأنه قيام دولة إفريقية في هذا الظرف في حرب أوكرانيا وفيها أزمة كبيرة والأمن الطاقوي صار هاجس الدول الأوروبية جي الجزائر وترافع بهذه الطريقة لكي تسقط حكومة في دولة أوروبية راح تدفع الثمن غال. وهناك مبلغات. هناك حقيقة الانتقادات للحكومة وهذا يدخل في إطار الديمقراطية. هذه بلد إسبانيا بلد ديمقراطي. الناس تنتقد حتى في الحكومة. ونحن نجي وننتقده أخوانا وعملاء. ويأتي نظام استبدادي أكثر من أربعمائة سجير رأي في السجون يتعرضون للتعليم يحب يعلم إسبانيا الديمقراطية وحقوق الإنسان. ويحاضر على المغرب في حقوق الإنسان. هذا المغرب اللي ما عندوش خمسة بالمئة من معتقلي الرأي اللي موجودين في الجزائر. ما هذا الهبل؟ هذا اللي رأى صعب؟ هذا هبل. هذا هبل بمعنى الكلمة. زيد. تربطها على قد ثنائية. لا يؤثر على التزامات الجزائر تجاه الاتحاد الأوروبي ولا تستدعي بأي حال من أحوال عقد أي مشاورات أوروبية للوصول إلى رد فعل جماعي. عايشين الرعب. خايفين من رد الفعل جماعي. النظام تورط. تورط في هذه الأزمة. والآن حسب المعلومات التي وصلتني هناك أزمة كبيرة في أعلى هرم السلطة. وكل طرف يريد أن يحمل الطرف الآخر. لذلك أشوف التضارب للسفارة نتاعهم اللي موجودة في بروكسر حكاة حكاية. الخارجية تحكي في حكاية. الإعلام والقرارات تتخذ في حكاية. لأنه علىه ما كانش مركزية القرار. المؤسسات ما تشاورش مع الله. عبارة عن عصابات. قيادة الأركان عندها عصابة. الرئاسة فيها عصابة. الوزارة الخارجية فيها عصابة. الصفارات فيها عصابة. كي توقع أزمة كما كل واحد يحاول إيلم لمهن. وهذا اللي صاير. هذا هو اللي صاير. أنت ماذا تنتظر؟ تعتدي على دولة أوروبية. بهذه الطريقة. هذا موقف يخص إسبانيا. الجزائر مست بسيادة إسبانيا. المعطيات الاستخبارية المتوفرة تتحدث بأن هناك نشاطات استخبارية جزائرية في إسبانيا. للمساس بالأمن القومي الإسباني. وتحريك أحزاب وسياسات وخلق نعارات بين الأحزاب والصراعات. معنى بلهمش بأن الإسباني الآن ينظر إلى الجزائر. بأنها تعتدي على إسبانيا دولة. وليس تعتدي على موقف حكومة أو رفضت موقف حكومة. خلاص. الجزائر الآن بانت أنها هي سبب نزاع الصحران. وأن الجزائر أيضا دولة لا يؤتمن جانبها. ليست دولة مواثيق وعقول. هي دولة يعني تعاني من عقدة النقص وفق المعايير اللي قالها واش يسموه؟ عمار باللاني. أمر آخر أن الجزائر تستعمل السياسة تخلط السياسة والاقتصاد. وفي هذا المستثميري كلهم ما يزيدوش يتعاملوا مع دولة. إذا وقع لها مشكل سياسي مع دولة أخرى تضحي بالاقتصاد. ويجي يحلوا في فامهم ويقولوا الكاب ويشوف الإعلام بتاهم الكل. وخسائر بالمليارات. شوف عندما تقول بأنه توقف الاستيراد والتصدير يؤدي إلى خسائر إسبانيا. الجزائر ما فيهاش خسائر. معناها الجزائر ما عندهاش استثمارات في إسبانيا. معناها دولة تستورد فقط. لو كان جاء الدولة تستورد وتصدر. الجزائر تتضرر كتوقف الصفاقات. وإسبانيا تتضرر. هذا طبيعي. كون عندنا مبادلات تجارية نصدر لك وتتصدر لي. كي توقع أزمة ونوقف والاستيراد والتصدير فيما بيننا. أنا نخسر وانت تخسر. لكن أنك تصور لي إلا إسبانيا اللي يخسر. وش معناها؟ معناها أنك أنت بتصدر لهم واد. معناها هما فقط اللي بيعولك في السرعة. أنتها موقفتها بيونسير يخسر. وهذه كارثة معناها إسبانيا في الفطرة هذه السنين الكامل. هي تستفيد اقتصاديا. تأخذ في الغاز بأقل من سعر التكلفة. وبعدها يجن جنونكم كما هذا. علي بالكم عليها جن جنونهم. راهم يشوفوا رواحهم إسبانيا كان لحتهم. كانوا يعطوا لها في الغاز بأقل من سعر التكلفة. باش تحافظ على موقفها من قضية صحراوية. لأنهم يدركوا تماما أن الموقف الإسباني سينهي هذه القضية. وهذه هي أنهاها. وش مقات في قضية الصحراوية؟ جمهوريتها ستطرد يوما ما من الاتحاد الإفريقي. إذا ما تفككش الاتحاد الإفريقي وتغير فيه المعادلة. المغرب كسب هذه القضية. وزدتوا أنتم راكم تقدمونه ما تبقى منها على طبق من ذهب. الآن الاتحاد الأوروبي سيتجه نحو دعم مغربية الصحراء. وما دام عارف بأن الجزائر واجعها في الصحراء الغربية. ظرك تشوف كيف يرفسلك ثم ويوجعك. ويخليك تزيد تخسر وتمد اقتصادك وتمد الغازنتاعك ببلاش. هذا نظام يفكر بمنطق يا جماعة. هذا نظام يمكن أن يعول عليه في صناعة مستقبل البلد والحفاظ عليها. كارثة. يعني سيتجي يقول لك خلينا نكمل هذا البيان تعالى عمامرة هذا وعمر باللاني هذا من لي شكله خراب. خراب للاقتصاد الجزائري والديبلوماسية الجزائرية. يقول لك قرار تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون. هو قرار يستند إلى اعتبارات شرعية والمتعلقة بالقيم المتضمنة في هذه المعاملة. ما هي هذه القيم المتضمنة في هذه المعاملة؟ يعني أنكم ديرين معهم الصداقة قبل على جل الصحراء الغربي. ما درتوش معاهم اتفاقية أو صداقة من أجل مصالح الدولة الجزائرية. معناها الصداقة والمبادلات وهذه كل درتوها نكاية في المغرب. وهذه الحقيقة حدثتك للأزمة هذه كنت على جزيرة ليلة ولوش يسموها أوها رحتوا ودرتوا معاهم الصداقة. إذن دبلوماسيتكم تتحرك فقط لكي تعاكس المغرب وتتحرش بالمغرب. هذه هي. يعني ذرك المغرب أوفق لكم. كي يحب المغرب تديروا موقف يروح هو يتجاه. هو حبكم تديروا الموقف هذا. ولكن يحاول يدير العكس. انتعوا باش أنتم ما تديروا الحاجة اللي يحبهو. من اللي أنكم تعاكسوا. فخلاكم تذبحوا في رواحكم ورواحكم. تصفعوا في رواحكم وتصفعوا في بعضاكم. يعني بالله يعليكم هل هذا بيان؟ هل هذا بيان؟ يعني وزيرة تقول لك مسؤولة تقول لك راهي هذا موقف دولة. والجزائر الآن راهي تعمل في هذه الأزمة والإعلام. إعلام بودور للجزائريين ما يقروهش. يكتبوا في أخبار باش يقروهم الإسبان. يعني الإسبان رح يقروه هذه الزبالة أكرمكم الله اللي تنشر فيها الصحافة الجزائرية اللي حرام تسميها الصحافة. الجزائريين ما يصدقوا هاش. رح يصدقواها الإسبان. وزيد يقول لك هما عايشين الرعب خوفا من رد الفعل الجمال. لأن الموقف الاتحاد الأوروبي أول حاجة حمل المسؤولية الجزائر طالبها بتغيير الموقف. وراه الآن قالوا أنهم يستعدون للدفاع عن أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. معناها أن الجزائر ما قامت به هو سلوك عصابة وليس سلوك دولة. يا ريت لو كان إسبانيا دارت حواجة تخص الأمن القومي الجزائري. والجزائر اتخذت هذه الأجراءات كلها والله رح يباركها. يجب أن أي واحد يمس بالأمن القومي الجزائري توقف له بشدة. وراح نرى بأن هذا الموقف دليل لغيرة النظام على سمعة الجزائر وعلى أمنها وحدودها ووجودها. وإن كان هذا النظام ما يتهمه غير مصالح العصابة اللي حاكم فيه. لو كان يتهمه مصالح الجزائر لا ممكن. ولكن مستبعد جدا. يعني بالله عليكم أنت جيد حل في فمك بهذه الطريقة. وماذا تنتظر من الاتحاد الأوروبي؟ رهما عايشين الرعب. وقلت لكم رهي أزمة كبيرة. رهي أزمة كبيرة والمعلومات اللي وصلتني هذا المساء تقول أنه من المحتمل جدا سقوط الحكومة. لأنه كاي المشاورة من قبل رح يحدثوا تغيير رح يعجلوا برحيل الحكومة. ويرحل معاهم العمامرة ويا ربي ما يجيبونيش عمار باللاني فقط. لأنه والله يا عمار باللاني لا يصلح أن يمثل خم دجاج. خم دجاج ما يعرفش يمثله. يعني بالله عليكم حتى يمكن خرجنا على الموضوع. أنت يسمو فيه مبعوض ساعة المسألة مسألة الصحراء الغربية. ساعة مسألة قضية الصحراء الغربية. في أخي وش من قضيته؟ ودول المغرب العربي. هل شفتم عمار باللاني زار تونس؟ هل شفتم عمار باللاني زار موريطانيا؟ هل شفتم عمار باللاني يتحدث غير الصحراء الغربية؟ يا ولدي هذا راكم سميتوه ناطق رسمي باسم البونيزاريو ولا إبراهيم غاني. هذا هو. ولت للألفاظ غير الأخلاقية. كنت نشوف التلفزيون الجزائم وصبت بصدمة. بصدمة كيف تعمل؟ قالك المبادم. وين هي هذه الأمور الشرعية اللي موجودة؟ معناها أنه كان هناك اتفاق سري في هذه الصداقة. أنكم قلتوا لهم حفظونا على موقفكم في الصحراء الغربي. وخوذوا واش تحبوا؟ الغاز بأقل سعر. تكلفة مليارات مشاريع بالمليارات. وكله فقط من أجل البوليزاريو. كأن البوليزاريو هذا يبنو دولة الجزائريين راح يعوضون لك الخمسمائة مليار اللي صرفتوهم. وش رح ندير بها أنا؟ ما هي مصرحتي أنا في دولة سادسة؟ ما جيت تتحدث لي على تقرير مصير الشعوب. لأنه آخر نظام فوق الأرض يمكنه أن يتحدث عن مصير الشعوب. لأنه ما كانش نظام كاذب مثل هذا النظام. الشعب الجزائري صار في ثمانية وثمانين دخلوا في حرب أهلية مات ربع مليون جزائري. وذبحوا النانزاوا وبقروا بطون الحوامل والإرهاب والجماعات. كله من أجل فقط الشعب الجزائري ما يختارش حاكمه وما يختارش مؤسساته. زاد في 2019 جاب ربي شعب مسالم. شعب مسالم هاهم أشبعهم في السجون وبكوا الأمهات على أبنائهم ويطاردوا في الجزائريين في الخارج. لا لي شيء إلا لأنهم يقولون كلمة حق تجاه هذا النظام. أنت شعبك ما خليتوشي قرر مصيره. تشغلنا نحن الجزائريين بالبوليزاريو. قرر مصيره ولا ما قررش مصيره ما يعنيني هذا. درت موقف دبلوماسي الله يسهل عليك. أنت دايرني دويلة اسمها الجمهورية الصحراوية هي جمهورية وهمية. يا جماعة رهي جمهورية وهمية. ما حد حتى اللي ما اعترفين بها ما يقبلهمش ديره جواه. فرحاتم هني داير حركة انفصالية يخدم جواه. هم حتى جواز عند الدول اللي تعترف بهم ما يعترفوش بيه. لأنه ما فيه دولة اللي ما عندوش عضوية في الأمم المتحدة. والله لو يكون منخرط في أي منظمات. هم لكن هذا هو ديدنه. جي جمعية الدفاع عن الذبان والصراصير في واحدة دولة اسمها كنفوشيا. مش موجودة على الخريطة. تقول نحن مع الشعب الصحراوي في تقرير مصير وتبقاها في نشرة ثمانية. شنو هذا ان عمري ما شفت بلد تخرب بيتها من أجل آخرين. عمري ما شفتها انتو ما تقولوا رناء ضد الكيان الإسرائيين. هل عمركم اتخلتم موقف من أجل الفلسطين كما تفعلون من عادة. لا اليوم فوشي قولوا في التليفزيون الجزائر هذا النظام المطبع هذا النظام المتصهي وما دريد شوشي هو يحكو عن المغرب. هيا ما هو الإمارات ما هيش مطبعة هيا تقدروا تتجرعوا تقولوا كلمة للإمارات. توركيا اللي كان فيها أيامات تبون وفرحان عطوه الدكتورال فخرية من إسطنبول. ما هيش مطبعة ومش طبعة فقط عندها عراقات أمنية وعسكرية لا تحصى ولا تعد. مصر اللي رحلها تبون وفرحان فرحان التقى مع السيسي وغيره ما هيش مطبعة. الأوردن ما هيش مطبعة. محمود عباس اللي يفتخر بالتنسيق الأمني مع إسرائيل ما هوش مطبعة. هراوا وعطاوه همية مليون دولار. تعرفوا المية مليون دولار كيفاش يدوه هراو يهزها شيك يحطها في البنك الإسرائيلي. تأخذ منه حسب المعلومات يقوله 17%. معناها تأخذ منه 17 مليون دولار تروح لخزينة إسرائيل. بقاتلوا هاك 83 مليون دولار تقريبا يديهم هو. ويروح هاو راح ضربها بصهرة مع وزير الدفاع الإسرائيلي. وزير الدفاع الإسرائيلي صهرة فيها معاه في داره لأول مرة. راح معاه صهرة معاه في داره. تقول لي أنه المغرب جاب يقولك المغرب راه وجاب وزير خارجية إسرائيلي. يهدد في الجزائر. دعنا نرجع. كان في أوت 2021 وزير خارجي الإسرائيلي من المغرب التقارب الجزائر الإيراني مقلق. لا سبلقا لفت الإعلام المغربي إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي يائر رابيد لم يفوت فرصة تواجد المنكة دون التعبير على نية عن قلاقه من التقارب بين الجزائر وإيران. وين هدد الجزائر؟ أنتم تشوفوا في أرواحكم أصدقاء لإيران. قال لك هذا مقلق لنا. كيفاش أنتم ما وعلى شيء؟ وخذني يقلق على روح. هل هددكم؟ لا. ويقولها تبون كيفاش لأول مرة في تاريخ العرب معار وكذا ويجي واحد وزير الكيان هذا الدولة عربية ويهدد دولة عربية أخرى. ما هددها ما وانه. يقول لكم مقلق خفتوا. ترعبتوا تحت دم في ركيبكم. يعني بالله عليكم أنه هذا الموقع يعني أنتم تخذتم إجراءات اقتصادية. هو الاتحاد الأوروبي يتحرك. هو ما قال لك لا لا ما اتخذ ناسه ونلتزم بالغاز وكذا وكذا. ما دمتم جبناء بهذا الحد وعيشين الرعب وما عندكم حتى قوة. وعليه الدخل في الجزائر في متهات. والله هذا النظام والله لا عدوكم لا إسرائيل يا جزائريين ولا المخزن المغربي ولا أي دولة أخرى. عدو الجزائر هو هذا النظام. هذه هي الحقيقة المرة اللي لازم يعرفوها الجزائريين. تره هم دخلك البلاد في هاوية. انت با كانش خسائر. تره يا رب تبادل تجاري فات 2 مليار وعلى ما أعتقد. وإذا توقف معناها الجزائر خاسرة. وشركات خاصة رهم في ورطة كبيرة. راحت مباشرة ما نجيبش للحم من إسبانيا. لأنه إسبانيا أعلنت موقف للصحراء الغربية مع الصحراء الغربية. مع المغرب في مغربية الصحراء الغربية. هذا رايح ننتخذه. وين نبدل؟ نشر الحم من فرنسا. فرنسا اللي قتلت 5 ملايين وستمئة وثلاثين ألف شهيد كما يقول تنبول. ولا أدري منين جاب هذا الرقم. ونتحداه من هذا المنبر. ونتحدى وزارة المجاهدين. أنت كي تعطي عدد بهذه الدقة معناها عندك الأسماء. أنشروا مجلد فيه كل أسماء الشهداء في 5 ملايين وستمئة وثلاثين ألف شهيد. نتحداكم. نتحداكم تنشروا قائمة مليون ونص فقط. هاي ياسي. خليل تروح تجمع الولايات. هكذا التماثيل اللي داروا فيها أسماء الشهداء. جمعتهم واحد الوقت من خلال الاتصالات كذا. ألقيتهم مفاتوش خمسمائة ألف. هذه من الأسماء اللي معها موجودة. وفي وزارة المجاهدين عدد الشهداء المعترف لهم بالشهداء. مفاتوش في حدود ربعمائة ألف شهيد. هاي اللي موجودة عندهم أسماء. يجي تبون يقلبهم خمس ملايين وثلاثمائة وستين ألف. ألا عفوا لست ملايين وثلاثمائة 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 وزيد وزير شؤون الدينية قال سبعة ملايين. ويجي واحدة أخر قال ثلاثم مليون. قريب يقولوا الجزائريون كل استشهدوا. وما بقاش نحن ما مدريتش جايين من زحل ولا من كوكب واحدة أخر. المهم يجي يقول لك هذا الكلام. تروح تجيب من عنده فرنسا. فرنسا أنا ذكرتها لكم قبل ماكرو أهان الدولة الجزائرية أهان النظام. فضحوا فضحهم. يعني قيمة الجزائريين لا تساوي شيء أمام قيمة الصحراوي. وحتى الصحراويين لا يساوون شيئا إذا كانت الإخوة في مخيمات تندو. هذه مخيمات العار لناس حطينهم في مخيمات في الحمادة فقط بس يقولوا عن كينة جمهورية عند البوليزاريو. والناس رهي أجياء قريب نصف قرن من الزمن والناس تعاني من الفقر الميزيرية. إذا تسمعوا فيها إخواننا في المخيمات لا تصدقوا. نحن كجزائريين لا نصدق هذا النظام. فلا تصدقوا عودة ولا تصدقوا البوليزاريو. اللي مرتمية في أحضانه هي عبارة عن دمية لدرعسك. ما تصدقوه مش لأنه النظام الذي ليس له خير في شعبه لا يمكن أن يقول له خير في شعب آخر يراه هو. ما أعطاهش حتى اللجوه يعني توم الصحراويين على أرض الجزائر. الجزائر هذه اللي تدعي الدفاع عليكم ما تعتلكمش حتى اللجوه كبشر. نحن جينا لأوروبا وعشنا لاجئين بكرامتنا ببيوتنا بعملنا كل شيء. معززين مكرمين نسافر في الدول الأوروبية كلها بدون تأشيرة. ويعطونا جواز أوروبي جواز تابع للأمم المتحدة تابع اللاجئين سافروا به كل العالم. أنتم حرمينهم حتى إذا كان عندهم قيمة عندكم أعطوهم النجوه واسمحوا لهم يتحركوا. فوالله إذا لم يبقى إلا جمعت المستفيدين والمنتفعين تعبراهيم غالي وجمعته رانيا أعتزل الإعلام. ما حرمينهم ما يقدرش واحد يخرج من مخيمات إلا بتصريح وتصريح مؤقت إجازة عبارة عن كازرنة دويلة دايرين هثم. ويتحركوا على حساب الدولة الجزائرية. هذا هو الواقع أيها الجزائرين. خطاب هذا للجزائريين وليس لأخواننا المغاربة. ما أخواننا المغاربة على بالهم بكل شيء واشصايا. الجزائريين المخدعين يخدعوكم بالشعارات ويموهوا فيكم ويضحوا بمصالح البلد ومصالح الشعب. الشعب الجزائري فقير وهما أموال طائلة. مسحوا الديون بالمليارات على دول إفريقية مقابل أن تحافظ على اعترافها بجمهورية البوليزاري. فقد هذه المليارات لو جابوها ودرواها استثمارات رايخ خدمة ألاف. ألا مئة مربما مئة ألف مئة ألاف من الشباب المحروم الآن وليعاني من البطالة. لا راحوا يعطوها أموال ومسحوا الديون ويمدوا في الرشوة ويبيعوا في الغاز بأقل سعر التكلفة. فقط من أجل وهم انطلق منذ سنوات وصار الآن ما يتقبله أي أحد. ثم أدخلت في أزمة مع المغرب ولا دولة حتى حلفائكم. ساعدكم في حيل في الوقت لأن المغرب في أزمة مع الجزائر. يعني ما هو المغرب اللي دار الأزمة؟ الجزائر. وهذه الحقيقة. فره يعاني من هذه الأزمة لدرتهان الجزائر؟ شوف الدول ماذا أعلنت؟ دول جات فتحة قنسليات في الداخل والعيون. دول عبرت عن مواقف جديدة مؤيدة للمغرب. لأنهم يدركون أن النظام الجزائري نظام ظالم. ظلم شعبه وظلم دول المنطقة. وما كانش قضية لا يدخلها هذا النظام إلا يدير فيها فتنة. تونس راهي أزمة رهية. أهم يحاولوا يغطوا فيها هذه الأيام لأنهم مفضوحين. لأنه إذا زدرت لهم أزمة مع تونس راهي كارثة. وهي تونس فيها أنباء أنها تتوجه نحو التطبيع. وإذا كان طبعت راههم راح يكونوا في ورطة كبيرة. خلاص حولوا الجزائر إلى سجن. الآن الجزائر لا يحتاج يدخل سجني. يكفي أنه يكون يتواجد على الطراب الجزائر. لا مستشفيات، لا عمل، لا شغل، لا تلفزيون مليع، لا أمل، لا شيء، حراجة. والآن راح يدخلوا في متاهة أخرى. عندهم مدة هم فتحين المجال للحراجة. الناس تحرك بالألاف لإسبانيا. أرادوا إغراق إسبانيا بالمهاجرين غير الشرعيين. حتى أفارقة فتحوا لهم المجال. كانوا فطرة معينة كانوا الأفارقة يوقفوهم في الجنوب. الآن ما يوقفوهمش. يحكموهم ويطلقوهم. وعلى بالهم والريحين. باشي يروحوا لإسبانيا ويغرقوا إسبانيا بالمهاجرين غير الشرعيين. وهذه كارثة أيضاً على الجزائر. كارثة على الجزائر. وحبيني سوقوا للجزائرين أن الجزائر صارت دولة قوية. وهذه الدولة صارت ترعب الآخرين. وتقف الند للند مع دول أوروبية مثل إسبانيا. كذبين. مخادعين. فوالله لو تتحرك إسبانيا ضد الممتلكات. انت على المسؤولين اللي رهم يصنعوا القرار هذا. منهم خالد نزار اللي عنده ممتلكات في برشلونة وغيرهم. والله لو تتحرك ضدهم. فوالله سينبطحون. ويدخلوا في كتي وهذاك. يقولوا للمغرب خلينا كتي وهذاك. نمشوا فيه منبطحاً. من حاسم سعود حتى إلى إسبانيا. فقط نطلب الرضا. لأنه كل شيء لا يتمسوا ولادهم. لكن ولاد الشعب الجزائري إذا جاعوا فقره لا يهم. عندما تتبع النشرة على التلفزيون تحس يحكوا على كوكب آخر. ليست الدولة الجزائرية. الشباب يهرب. الشباب يجي إلى هنا يفضل يعيش حراك. يخدم يبيع الشمة ويبيع المار البورو في محطات المترو. يروح يخدم في النوار في الأسواق يحمل. وتبقى هراه خارج من الجامعة ماستر ولا كيل حتى دكاترة. وما يقعدش في بلد اسمها الجزائر. والله من هذا المساء كنت أتحدث مع أحد. هو ابن شهيد كبير زعيم ثوري. قال لي والله لو عاد الشهداء. إما أنهم يرموا سلاحهم أو أنهم يقاتلون هذا المراد. مؤسف جداً ما يحدث لهذا البلد. مؤلم جداً ما يجري مع الجزائر. يعني بالله عليكم هذه التناقضات. يعني كل شيء تصرفات غير مدروسة. يعني علاش؟ قد يسأل سألي ويقول لكم علاش؟ السبب يا جماعة أنهم هزموا في أزمتهم مع المغرب. أدركوا أن هزمتهم الأخلاقية كبيرة. وصاروا في حرج كبير. الدول اللي حبت الوساطة طلبت منهم ما يدين المغرب ما عندهمش. لذلك هاي حتى الدول بطلت لا تبحث عن الوساطة. وصاروا هما يظهروا كأنهم لا يريدون الوساطة. لأنه أي وسط يجي قلوا أعطيني ما يدين المغرب. ما عندهم ولي. ما عندهم ولا شيء. جايبين إبراهيم غالي يحكي بأنه نجسع عليه بالبيغاسوس. شوفك الحجة كبيرة. شوفك الدليل القاطع. البرهان الساطع الذي سوف يدين. يعني كي يظهر إبراهيم غالي ويقول هذا التصريح. تحقد جمعية عامة في الأمم المتحدة. وتعتمد تصريحات إبراهيم غالي. رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. ما دل شوش وكمل. لأنه جاب الدليل القاطع ليدين الجزائر. آه عفوا ليدين المغرب. وهو أهان الدولة الجزائرية. واحد عايش عندهم لاجئ. ما تقدرش تحميه من التجسس. فأهالي دولة لا تستحق أن تستقبل لاجئين. آهان المجتمع الدولي أن يتحرك من أجل مصالح مواطنين بشر يعانون في المخيمات. هما في شبه معتقل. ما يقدر يخرج ما يقدر يسافر ما يقدر يتصرف. يعني قاعدين ثم يوكلوا يرقدوا يولدوا ويتكافروا بش يولي العدد منتاعهم بالزارة. مساكن ما عنده ما راح يدير. الله يحسن عونه. هذه ما فيها لعطتهم لجوه لمتعتهم من الحقوق فقط أحكمتهم. باش تبين أن المغرب هو روعاً هنا لاجئين. اطلقوهم أحرام. نجزم لكم 75% متاعهم يروا يروحوا للمغرب. وإذا راحوا للمغرب. عليش على بالك بغلقين الحدود مع المغرب. هو يحكي على عقدة النقص. والله الجزائريين أنا عندي سنين ما روحت للمغرب. يعني آخر مرة في 2010. يعني عندي 12 سنة ما شفتهم. ولكن من خلال أصدقاء اللي راحوا يحكوا لي. لو الجزائريين يروحوا يشوفوا الإنجازات اللي موجودة في المغرب. والله يزيد ينفضح النظام أكثر. وإذا وصل الخبر للصحراويين. واش يحدث في العيون الداخل من إنجازاته تطور. فوالله بمجرد ما تتاح لهم الفرصة يهربوا. لذلك يغلقوا الباب. تحولت الأزمة مع المغرب إلى فوبيا. يا أولادي يا جماعة يا إخواني الجزائريين. المغرب هذا روجار صديق. إذا اختلفتوا سياسيا خلوا في إطار سياسي هذه الأمور. عليش تحولوها إلى عداء. القضية هذه اللي تحكوا عليها السعراء الغربية. راهي ما تروح على الأمم المتحدة. خليها في الأمم المتحدة. أنتم أوصياء على المبادئ. يعني يجي يقول بأنهم قضايا مبدئية. هيا نتحداكم تكشفوا ما هي هذه القضايا المبدئية للصداقة. وراه ما زال جاي. ما زال جاي. الآن راهوا كل واحد يحب يضحي من الآخر لأنهم يخافوا من أوروبا. وإذا دخلت فرنسا على الخط. وطبعا ستدخل على الخط لأن فرنسا ستدافع الإسبانيا. لأنه ما يحدث. أنا اتكلمت معها بعدة أطراف حتى في دول عربية. كلهم يجمعون أن الجزائر ظلمت المغرب. وأن الجزائر تستهدف الأمن القومي المغربي. وأنها الآن بصدد صناعة حركة انفصالية في منطقة الريف. وأجدد هذا الأمر. هناك تحركات استخبارية في أوروبا مع أشخاص ينحضروا من الريف المغربي. من أجل الإعلان عن حركة انفصالية في الريف. وهذه معلومات. أوقفوا هذه المعلومات. لأن هذه المعلومات يجب أن يقولوها حتى يوقفوا هذا الهزل. يوقفوا هذا الهبل. يوقفوا هذا الخبل. يعني حقيقة ولا ظالم. والآن راحوا الإسبانيا دول أذوك شوف. مجلس تعاون الخليجي كل. ودول أغلبية الدول العربية طر الجزائر ظالمة للمغرب. الآن الدول الاتحاد الأوروبي. وربما تدخل دول أخرى من غير الاتحاد الأوروبي. طر الجزائر ظالمة لإسبانيا. وقبل هذا يرون كل هذا الدول بالإجماع. طر بأن النظام الجزائري ظالم لشعب. في رأيك هذه بلد. في ظل هذه الظروف. وفي ظل هذه التطورات الدولية. يمكن أن تصنع شيئاً لمستقبل الجزائري. ممكن أن تصنع شيئاً. يعني والله الحقيقة راهي كارثة بمعنى الكريم. لذلك إخواني الكرام. الآن الجزائر غامرت مغامرة غير مدروسة. اتخذت بطريقة غبية جداً. غير مدروسة هذه منذ البداية. النظام الجزائري مشكلته داخلية. يا جماعة صدقوني يا المتابعي الكرام. مشكلة النظام الجزائري داخلية. وهذه الأمور المشاكل الداخلية. خلاته يحاول يصدر أزماته. صنع أزمة مع المغرب. المغرب ما طاح لهمش في الفخ. وحقيقة هم كانوا يتوقعوا. أنا قالوا هالي ناس لهم نفوذهم وليهم دوائرهم. قالوا لي كانوا يتوقعوا من أنه المغرب راح يديري صعب. لأنه جاتهم معطيات. قال لك المغرب راح عنده تحالف استراتيجي مع إسرائيل. ممكن المغرب يقوم بعمليات تستهدف الحدود. وبذلك راح يقدمنا هدية على طبق من ذهب. ننهو بها الخلافات الداخلية. مثل ما دالوها في الثلاث وستين في حرب الرمال. عندما تمرد أي تحمد في منطقة القبائل. هما كانوا تحركات كانت أدت إلى حرب الرمال. والسبب مباشرة نطلع بنبلة. قال لهم حقرونا راح آيت حمد تخل حتى هو للدفاع على الأراضي الجزائرية ضد المغرب. فأنت هتمرد آيت حمد. ديما أسباب داخلية. النظام الجزائري هكذا. كي يوقع في أزمة داخلية ما يقدرش يحلها. عمري لا شفت نظام حاكم. عنده مؤسسات. فيه مشكلة مع شعبه ما يقدرش يحلها. يلجأ إلى صناعة أزمات أخرى مع الخارج. ولن تمر مروا الكرام. يعني أنتم في رأيكم. يجيبوا في واحد المختلين. تحت مسمى المحللين. يطالبوا إسبانيا أن تتعتذر للجزائر. وش دارت لك إسبانيا؟ هو وزير الخارجي. قال لك ما دارنا ويله للجزائر. وبالفعل. وش داره للجزائر؟ أنت تقول للصحراء الغربية أنا ما نشطرف فيها. ما دخلك. عفونا لا إله إلا الله. والله العظيم رحي. ما دخلك أنت في هذه القضية. ما دخلك. إما تقول راني طرف. اعلن أنك طرف. مع لي. شهناراك راني طرف في هذه القضية. هذه القضية تهمني. ونكاية في المغرب ونكاية في المشرق وكل حاجة. هذه القضية أنا أريد أن الصحراء يريد أن تكون عندهم دولة. وتعنيني حتى هم وكان يقولوا لا لهذه الدولة نفرضها بالذلع. آيا آخرج إذا كان أنت نظام قوي. في هذه الحالة خلاص. واحد يعترف بمغربية الصحراء أو مسك. أنت تقول لمن اشترف. وتسوق للأمم المتحدة أنك ما اشترف. الأزمة القادمة للجزائر مع من؟ أذكروا كلامي جيدة. الأزمة القادمة للجزائر بسبب ملف الصحراء ستكون مع الأمم المتحدة. الجزائر طرفت كثير من الإجراءات وتحفظت على القرار الأممي. هذا كان يصدر في أكتوبر. وكذا 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 وماشي وتتصاعد ورح تولي لهم أزمة مع الأمم المتحدة. خاصة في ظل التحريض على الحرب وتقديم الأسلحة ودفع البوليزاريو في الحرب مع المغرب. هذا رهو تعدي على المسار الأممي. هناك قضية لدى الأمم المتحدة تسعى في إطار حل سياسي. معناها ما هوش حل عسكري. ادفعت البوليزاريو إلى إلغاء وقف إطلاق النار. وبذلك أنهيتم فكرة هذا التقرير المصير واستفتاء تقرير المصير. خلاص المغرب والله منها هالكم. خلاكم أنتم بطريقة جبلوماسية خلاكم أنهيتموها. وبغباء ليس له نظير. أنتم ما تناصروا فيه وتبنوا كل شيء على استفتاء تقرير المصير وعلمينورس وكذا وكذا وكذا. وبعد ذلك يخرج إبراهيم غالي يدير مرسو أمروه به العسكر. إنهاء وقف إطلاق النار. هم الحسابين تعاموا جداروا. قال لك نحنا كنقولوا إنهاء وقف إطلاق النار. ونبدو ننعلن عن عمليات عسكرية. الأمم المتحدة تجي تجري والآمن. المبعوث الأمم يجي برحمة مالديكم. والله ما تعاود. المغرباء المغرب. لأنها كانت عندهم معطيات عسكرية على زمن معين. المغرب. وبعض اللي كانوا في العسكر وفرين ومتقاعدين. يسوقوا للعسكر الجزائري في معلومات غالطة. بأنه في فطرة في تلك الفطرة. أنا قالوا هالي أصلا لعسكريين سابقين مغاربة. قال لك في ذلك الوقت لو لم يكن وقف إطلاق النار. لا انتهت القضية وانتصرت البوليزان. ورحين بهذه الأسطوانة. ويفجأهم المغرب قوة عسكرية. أسلحة متطورة. تحالفات استراتيجية مع قوى كبرى. هايا بضاعتكم مزجيات. هايا زيد دير مرسوم قرنا وارجعنا إلى اتفاق وقف إطلاق النار. هنا خلاص. خلاص. أنتم كان الهاجس عند المغرب. قضية هذه الاتفاق انتع على مطلع التسعينات حول استفتاء تقرير مصر. كان هاجس بالنسبة لي. ولكنه هو دبلوماسيتو هادئة تعمل بهدوه. ومشاورات وتعتمد على نخب ونخب من كل أنحاء العالم. يعتمدوا وقالك خليها بالعقل حتى وصله وأنهى. خلاص. غد ورح ترجع تقول لا رحوا الاستفتاء تقرير مصر على أي أساس. على وقف إطلاق النار أنهيتو. عمليات عسكرية كتقول راني نقوم بعمليات عسكرية ويومين بيانات في وكالة الأنباء الجزائرية. وش بقالك الآن؟ خلاص. انتهت حكاية استفتاء تقرير مصر. المغرب الآن قال لك عندي مقترح الحكم الذاتي. المشاورات في هذا الإطار من غير هذا ما كانش. وشاتوا قوة كبرى. آخرها إسبانيا اللي تعتبر المفتاح القضية. خلاص. هزت المفتاح. أعطاته للمغرب. الآن الجزائر وش تدير حلبة تسقط حكومة باش تظهر أمام العالم أنها أسقطت الحكومة وتجي حكومة أخرى تقول لك لا تشطب هذا القرار. وكما مثلا راهنوا قبل إخواني الكرام راهنوا على قضية ترام. قال لك ترام برا وديره في تغريدة تحت تويتر. ونشوف في واساء الإعلام المحسوبة على البوليزاريو وبعض الاستصريحات لأشخاص من البوليزاريو صرحوا وقال لك لا هذا ما هوش قرار دولي. هذه تغريدة في تويتر. والله العظيم لا أدري كيف يشتفهم الدبلوماسية. واشركم فاهمين في هذه الدبلوماسية. إذري قرار الدول. الحكومة قبل إسبانية قبل ما تدرس هذا الملف راهي درساته الأجهزة. راهي درساته الدولة العميقة. كل دولة فيها دولة عميقة. نحن في الجزائر عندنا دولة عميقة لكنها عصابة. عصابة متعناهبية العام. ولكن في إسبانيا والدول الأخرى وأمريكا وغيرها دول عميقة. تتكون من الأجهزة ولا تفكر إلا من في مصالح الدول. لذلك إسبانيا رأت من مصلحتها. وفي إطار مخطط راه يتمدد أوروبيا وليس إسبانيا فقط. مصلحتها أنها تقول بمغربية الصحراء قالت بمغربية الصحراء. قبلتهم في الكريملة. ما يصلوش لكعبة الرحمن. يصلوا لدب الروسي. هذا كل إله انتاعهم. حتى رهم عندهم نشاطات في شبكات تواصل إجتماعي عسكريين متقاعدين وغير متقاعدين. كل يسبحون بحمد بوتين. وما إلى ذلك من هذه الأمور. لا ما هي تكون هكذا. ما هي تكون هكذا. المهم إخواني الكرام. هذه بعض النقاط اللي أراها. باختصار شديد نقول لكم. الجزائر راه فيها الأزمة داخلية. لا يكذبون عليكم بالتسويق الإعلامي على أن الجزائر في وضع مريح. وأن إسبانيا ورهم يسوقوا ويجيبوا مقالات من الصحف الإسبانية. وراه يتاخذوا وراه وشتصون شاز راه وخلاص راح يرحل. وربما يزيدوا شو يقول لك خلاص رهم راح يروح ويحجفوا بالحجر ويخرجوا من مقر الرئاس. الوزارة العودة. كلام فارغ. كلام صبياني. حتى إذا وقعت أزمة. ورحلت الحكومة. رايح تجي حكومة أخرى. راح تكون أكثر صرامة في هذه القضية. واذكروا كلامي جيد. لأن الجزائر الآن راهي في وضع ضعيف ويكفي التخبر. أنا قلت لكم. اللي البعثة التي في بروكسل حكايت شيء. أنكرت أنها دائرة حرب اقتصادية. وهذه وزارة الخارجية قالت عندنا خلاف سياسي وأزمة ثنائية ورد الفعل الجماعي. خايفين من رد الفعل الجماعي. وزيد الأمر الآخر. هراهم في نفس الوقت. الصحافة التي تعبدوا دوره هذه. تحكي على قرارات اقتصادية تخذت تجاه إسبالي. هذه كلها وجايين تحكوا الآن على أن الأمور تمامت تمام. وراكم خلاص انتصرتوا. وعادوا يطالبوا بالاعتذار. مثل ما طالبتم بالاعتذار من فرنسا اللي احتلت الجزائر مية وثنين وثلاثين سنة. وقتلت ست ملايين خمس ملايين وستمائة وثلاثين ألف شهيد على حسب دعاية تنبوه. يعني اعتذرت لكم فرنسا. حتى الاعتذار ما طالبوهش. ما طالبوهش بسفر رسمي. وحب من إسبانيا تعتذرك. أنا ما أنا هنا لدافع على إسبانيا. كي تختلف بلد مع بلدي رح نجي مع بلدي. ولكن يجب أن يكون بلدي. أولا ما هوش ظالم. ثانيا أنه هذه الأزمات يدخلها من أجل مصالح الشعب الجزائر. من أجل مصالح الدولة الجزائرية. مش من أجل مصالح براهيم غالي والعصابة اللي رهي معها. هذه ما تعنينيش. ما تعنينيش. لأنني قزتها بكل المعايير الاستراتيجية. أن الجزائر لن تستفيد شيئا من دولة سادسة في المنطقة الغربية. بل رح تخسر الكثير. هذه أعطوني فائدة ممكن. ما كانش. ما كان حتى فائدة. لأنه هو في منطقهم تكسير المغرب يكون قوة الجزائر. وهذا طرح غبي جدا. قوة المغرب في قوة الجزائر. وقوة الجزائر في قوة للمغرب. هذا هو منطق زمن التكتلات. ها هي الجزائر الآن دخلت في أزمة مع إسبانيا؟ شكونا لي تحرك؟ تحرك الاتحاد الأوروبي. روح أنتم ما حركننا الاتحاد الأوروبي. ها قولوا البوليزاريو لإبراهيم غالي. يدعو إلى قمة استثنائية للاتحاد الأفريقي لدعم الجزائر. زيدوا ديرها. الآن قاعدة الجزائر عريانة. لا دول تؤيدها. ولا دول تقف معاها. ولا عندها تكتل قوي على الأقل يواجه الاتحاد الأوروبي. ما كانش. حتى الدول اللي جرلها تبون ورح دارلها صفقات؟ والله لن. حتى إعلامها رح يحكي الأمر على سبيل العبور فقط. أوقفوا. أوقفوا العبث بمستقبل الجزائر. أوقفوا العبث بمستقبل الجزائريين. الجزائر تحتاج الآن حسابات استراتيجية الآن. ما هيش حسابات زمن بومدينو الحسن الثاني رحمهم الله. ذكاء أفضوا إلى ما قدموا. كانت عندهم حسابات أخرى وظروف أخرى. ما عندي فيها حتى مصلحة أعيش على وقعها الآن. ما عندنا حتى مصلحة. المعادلات الدولية تغيرت برمتها. وما كانش الآن العالم لن تكون له قابلية نشوء دولة أخرى جديدة في أي مكان. لأن كل الدول مهددة بنزعات انفصالية. بمجرد ما يفتح الباب. والله سيشربون جميعاً من أقداح هذه النزعة الانفصالية. وأنتم جايين الآن حابين تزيدوا الدير ونزعة انفصالية في الريف. في الريف المغربي. لي أصلاً ليحملوا فكر الانفصالي. بعض الأشخاص من هذه المنطقة. هم أقرب الناس إلى حركة الماك الانفصالية. اللي أدرجتها في قائمة الإرهاب. أوقفوا هذا العبد. أوقفوا هذا العبد. لأنه لن يصل إلى شيء. الجزائر خيرها وإطمئنانها وأمنها واستقرارها من استقرار الأشقاء وأمنهم. وحدودها لن تكون آمنة إذا لم تكن تلك الدول المستقرة. ها هي زعزع أمن ليبيا. ورأي الآن تتحرك. الجزائر حابة تحل أزمة ليبيا وتقول تدعو جميع الأطراف وتحذر. أي داروا بيان يتكلم فيه الأعمامرة أنه يحذر جميع الأطراف من العودة إلى الأزمة. هم عندهمش أي مات فقط. جاهم الدبيبة هذك. لأنه قائصوا قلهم بأنهم رح يدعموا البونيزاريو. ويحافظوا على موقف ليبيا في هذا الشأن. قال لي تب ورني مع الدبيبة. وقف ضد الحكومة الأخرى. واليوم رهم يدعو جميع الأطراف إلى التعقل. بالله عليكم. هذه دبلوماسية؟ هذه دولة يعول عليها في حل الأزمات؟ أنت دائر أزمة مع المغرب. زدت شعلت أزمة أخرى مع إسبانيا. والآن أزمة مع الاتحاد الأوروبي. وقبلها أزمة مع فرنسا. وأزمات أخرى هادئة وصامتة مع دول خليجية غير معلنة. وأزمة مع تونس. وأزمة مع ليبيا. كل هذه الأزمات وتحوس الجزائر العمامرة يروح يحل لأزمة أوكرانيا ويحل لأزمة ليبيا. والله اللي اختشوا ماته. والله لم أرى مثلكم. مثل. أعفوا لساني عن ذكره كي تحاضر في الشرف. حقيقة. ورهم يحذروا للقمة العربية باش قمة العمل العربي المشترك. تخين. تخين العمل العربي المشترك. ونحن ما عندنا مشكلة حتى مع دولة عربية. المغرب ما هوش دولة عربية. ري دولة عربية مسلمية مغاربية. يقول لك راهوا دير علاقات مع إسرائيل. ويش دخل كنت؟ يري دولة عندها سيادة دير مع إسرائيل دير ما تحب. لو خليتوا الاتحاد المغاربي. اتحاد المغرب العربي حي. ودرت له قيام. وكذا وكذا. وراهم حافظ على كيانه. وعنده سلطه. وما مستوش المغرب. وما تدخلتوش في شؤونه الداخلية. وكذا وكذا. ومنبين شروط هذا الاتحاد. أنه ما يكونش تطبيع إلا بموافقة كل الدول. عندما يروح المغربي يطبع. اللي يزعف منه هو الاتحاد المغرب العربي. تبا دمرتوا الاتحاد المغري. المغرب العربي. دمرتوا. دمرتوا بالبوليزاري. وما زلتوا تعملوا على تدميره. وجاي تحاسب المغرب على التطبيع. واش دخلك؟ هو انت عندك علاقات مع إيران. إيران احتلت سوريا. احتلت العراق. تحتل الأحواز. تحتل اليمن. تحتل لبنان. خمس دول عربية دمرت لها أمنها واستقرارها. سواريخ الحرص الثوري استهدفت حتى مكة المكرمة. وما كانش بلد ما تدخلهاش إيران تخربها من الداخل. وهذا عادي انتو ما عادي. هذا نور ما. لا هذا أمور سيادية. يعني انت سيادك. وكتحب تحافظ عليها. وتعتدي على سيادة الدول الأخرى. لا. انت الآن راه هذا النظام. أعتقد باللي رهي دعاوي. الأمهات اللي حرموهم في رمضان والأعياد من ولادهم سجنوهم ظلما وعدوانا بسبب تعبيرهم عن أراءهم ويتاردوا فيهم بتهم الإرهاب. والله راي خرجت فيهم. وها هما راحوا يلعبوا بالنار مع أوروب. وهتشوفوا تركعهم. وننتمنى من الاتحاد الأوروبي أن يفتح ملفات طبيعيذ الأموال تع المسكولين الجزائريين وولادهم اللي يتواجدوا في الدول الأوروبية. يجيبوهم هنا ويوظفوهم في الخطوط الجوية الجزائرية ويطلعوا الأموال ووظفوهم في القنصريات والسفارات ويزيدوا يزوجوهم. إذا كانوا ولاد يزوجوهم ببنات راهم من هنا موقع عندهم الجنسية الأوروبية ويكان العكس إذا كانوا بنات يزوجوهم بولاد ويزيدوا يديروا الإقامة والأموال جايبينهم بطرق غير شرعية وأجور خيالية موظفة بسيطة خدمتها تدي الكوري تظهر في 7000 أوروب. أفتحوا لهم ملفة طبيعيذ الأموال. أفتحوا لهم قضايا المخدرات والكوكايين والكوارث هذه اللي كانوا يجيبوا فيهم ومتورطة فيها الجنيرالات. خلوا المحاكمة الأوروبية تفتح ملفات حقوق الإنسان، انتهاكات حقوق الإنسان، جرائم حرب ارتكبت في التسعينات. والله هذا النظام راح يركع. خلوا المنظمات الحقوقية تدافع عن الجزائريين في كل المحافظ. أفتحوا الأبواب للضحايا كي يتابعون المسؤولين في المحاكمة الأوروبية. والله لو يديروها، يدرك تشوف هذا النظام. ينسى الصحراء الغربية وينسى البوليزاريو وينساها. ثم الجزائريين طالبوا فيهم بتهم الإرهاب وتحوس تدر الجماعة في الإرهاب. المغرب هي درجة. هي وخدوة المغرب يدرج لك البوليزاريو في قائدهم. وش راح الدين؟ المهم إخواني طولت عليكم والله القلب موجوع. أحياناً الواحد يخرج من منطق التحليل السياسي. لأن أي دول لو نحلل الشؤون السياسية للدول، تلقى لها رأس الخيط، تلقى منطق سياسي، تلقى رجال دولة يتصرفون. ولكن المشكلة أن نتعامل، نحاول نحلل مواقف سياسية. العصابة تتكون من عصابات ويضحوا بعضها. وها هما راهم بدأوا يوكلوا في بعضهم. راهم بدأوا يوكلوا في بعضهم واذكروا كلامي جيداً ما هو القادم. فشلوا في إدارتهم لأزمتهم على المغرب. زادوا تورطوا في أزمتهم مع إسبانيا. وقبل تورطوا في أزمتهم مع فرنسا وغطوها ولملموها وداروا هكذا داروا لفوا دوران حتى رجعوا الأمور هدوء لأنهم خرجوا منها عار حقيقي. والآن كل أزمة يخذ هذا النظام راه يخذ أزمة لأنه علاج. لأن أصحاب الحقيقة لسبب هذه الأزمة ما همش هما الظهرين. راهم هما جينيرالات قاعدين في المؤسسة العسكري دير هكذا دير هكذا. أي يا أسمعي أسمعي كله كذا أسمعي يا بلاني. نحوس عليك اليوم تسب المغرب هاوش تقول. صدقوني الناس اللي عرفوا بلاني قالوا لي اليوم واحد تصل بي قد يكون نعرف عن قرب. مستحيل يقول الكلام هذا. خلاص عرفتوا باللي راهم أشجر فمه من أجل بشي حافظ على الخبزة ويطعم. أولاده ويطعم أمر. هذا هو الواقع للأسف الشديد. شكرا لكم أيها الأحبة. راني نشوف التعليقات كثيرة كثيرة جدا. لا أستطيع الرد عليها جميعا. الحقيقة يجب أنه أنا راني جزائري ونتحدث على واقع بلدي. واللي نشوف فيها. أنا راني عندي خبرة في مجال هذا. خبرة كبيرة وزرط العالم. والتقيت مع مؤسسات دولية وكذا وكذا وكذا. ما يحدث في الجزائر. لا عنده علاقة بالديبلوماسية ولا عنده علاقة بفن إدارة الأزمات. ما عندهمش علاقة أصلا. لا من قريب ولا من بعيد. كل ما يحدث هو عبارة عن عصابة تتخبط. خايفة من الشارع الجزائري. خايفة من الشعب الجزائري. ويكفي أنه رئيسها خرج القداشن دولة لم يتجرأ يزور تيب بازا ولا بومارداز. أقرب مزرش حتى العاصمة. العاصمة مخرش التقى مع الشعب. لأنهم خايفين من الشعب. واللي خوفهم من الشعب ورعبهم من الشعب. خلوهم يتخذوا قرارات صبيانية. مع احترامي للصبيان. هذه قوائم إرهاب كارية. والآن راهم تجهوا يتخبطوا مع المغرب. أشعلوا النار مع المغرب. كما حققت لهم حتى مكسب. واذا لم يحقق لهم شيء؟ راهم سوطاو لإسبانيا. والآن راح يسوطيه مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي. كل هذا من أجل التغطية على عورة النظام من ناحية الشرعية. أنه نظام غير شرعي. من ناحية المشروعية. ومن ناحية أيضا أنه ما عندوش مشروع. نظام ما عندوش مشروع بناء دولة. لأنه هذا النظام يسوير من الثقنات العسكرية. ولا عمرهم الثقنات العسكرية. يستطيعوا يعملوا مشروع لتسيير دولة يحكمها مدنيون. وليست دولة تحت حوافر العسكر للأسف الشري. شكرا لكم على المتابعة. إن شاء الله نلقاكم في بث آخر الأيام القليلة القادمة. وهناك عدة مواضيع يعني والله سجلتها لنا. لكن عيبدو أنني طولت. أخذنا هذا الموضوع البائس. وهذه الأزمة الكبيرة التي ورّت فيها النظام الجزائر. الشعب الجزائري والدولة الجزائرية. وراه يضحي بمصالحها من أجل مصالح وهمية لدولة وهمية. تقول أن عاصمتها العيون المحتلة. وهي تتواجد في تندو. لا تامبا. لا كاسي. لا باسبور. سوى أن إبراهيم غالي رئيس الجمهورية يتواجد في الاتحاد الأفريقي. مؤسف جدا أن دولة مثل الجزائر تبني سياستها الخارجية ودبلوميسيتها على دولة وهمية. العالم كله الآن يتجه نحو إنهاء هذه الأزمة. لأن هناك أزمات أخرى قادمة أكبر لا يمكن للعالم أن ينشغل بـ 20 ألف شخص ولا قداش موجودين في مخيمات تندوف على شكل أسرى وليسوا حتى على شكل لاجئين أو فرين من حرب من أجل وهم جزائري لن يقدم ولن يؤخر شيء في عالم. راه أمام أزمات كبيرة وعلى أبواب حروب مختلفة وللأسف عندنا نظام عنده جثة فيه عقل نملة. السلام عليكم ورحمة الله. ألقاكم بإذن الله في الأيام القليلة قادمة. إلى اللقاء. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد.